وزير الصحة عبد المالك بوظيف ومن مستشفى الدويرة أعطى الضوء الأخضر لانطلاق العمل بالتنصيب المنزلي وذلك خلال الزيارة التي قام بها وشملت زيرالدا والسطوالي والدويرة وكذلك العيادة المتعددة للخدمات بالأبيار هنا اليوم الآن في مصلحة الاستعجالات في المستشفى الجامعي تعدويرة راكم نشوفوا المكان اللائق فيه راحة كبيرة عند المرضى لأننا زرناهم الأستاذ المشرف على المصلحة هذه اليوم يبدأ في تكوين فريق خاص بالوصبيتاليزازين ودوميسيل وقد ألح السيد الوزير على أهمية هذا البرنامج الذي يعد قفزة كبيرة ونوعية يعرفها قطاع الصحة بالجزائر وطالب المراكز الاستشفائية الموزعة عبر التراب الوطني السيري على النهج الذي سلكه مستشفى الدويرة وأن الوزارة تصاحب أهل الاختصاص والأطباء من أجل تدليل كل الصعاب للخروج بنتائج إيجابية تصب في مصلحة المواطن والمريض وعن مصنع الأنسولين الذي سيدخل الخدمة خلال الأشهر القادمة أكد السيد الوزير أنه سيكون الأول من نوعه على المستوى العالمي وسيفي باحتياجات السوق الوطني الزيارة التي قادت وزير الصحة عبد المالك رمضان سميحت بالإطلاع على عدة مشاريع التي تراوح مكانها وكذلك تتشين بعض العيادات المتخصصة شكرا للمواطنين في هذه المنطقة وأنا نشجعوا بشي في هذا الشأن ونقولوا كين زملاء نتاك كما البروفيسور بروري كما الراومام البروفيسور بوزيد اللي تنتران دوفوركم واللانسي تعلان الانكولوجي دونك أدو ميسيل انتوما زيدوا معهم ورانا ندعمكم نمشيوا معكم حنا علش نقول هذا الكلام لأنه مثلا مريض في سن متقدم ما يقدرش يجي للمستشفى ممكن نتعب أهله ممكن ما عندمش إمكانيات التنقل نتع فريق نتعك نتعك نتع أمدسان يونا في الميال يونا سيستونت يروحوا يشوفوه يدروا له الدوان تعو ويبقى في الدفع العائلي تعو خير من اللي نجيبوه اللي هنا ما نقولش نمرمدوه لا ولكن يبقى الإنسان المريض والكبير علش نقول هذا الكلام لأنه هناك نظرية نوجد روحنا لها في المجتمع الجزائري وهذه في ودي أنه أنتو تعطيوها اهتمام كبير في الإعلام راح نعيش في مرحلة وين في السقف الواحد تعالى العائلة يكونوا دوترا واجنراسيو الفوجيري توسع مدام احنا عندنا عادات وتقديد وعندنا الدين انتعنا يوصينا باش الكبير انتعنا نقوم به للمريض انتعنا نقوم به ما لازمش نريد ان نرميه في المستشفى او في جهات اخرى فلهذا هذه العملية انتع الاسبيتاليزاسيو أدوميسيل نعطيوها كل العناية وكلنا نعمل باش تنجح هذه العملية موجود موجود وموجود يوضح كل اللازم لكن أريد أن نفتح قوس بأنه مقنن الآن على مستوى الوزارة يعني اليوم الصباح قبل منجيل في الزيارة هذه أعطي التعليمات بأنه الجانب القانوني إلى حين يوصل القانون لابد أن نفتح الجانب القانوني هذا بسرعة ونتاخذ إجراءات إدارية على مستوى الوزارة باش نسمح للمهنيين باش يبدأوا العمل تحمل مينتظروش حتى نيجي القانون ممكن القانون يجي بعد ثلاث شهر ممكن بعد ربع شهر ممكن معنا بليش إحنا نقشناه في الحكومة وفيه إجراءات يعني راح يوصل إن شاء الله حسب ما نقدرش ما نقدرش لا ما كانش نطر ريفيزيون فيه تعديل ما هيش ريفيزيون لا ما كانش ريفيزيون الحمد لله العملية هي عملية جديدة وباش ما يقع لناش مشكل فيها كما وقع المشكل ننتعي للعيادات الخاصة وكانت فيه فوضى كبيرة لأننا قاعدين الآن نعاود في دفتر الشروط وننظم فيها بالعقل وباش تكون حقيقة مكملة للقطاع العام ما تكون شيء الأساس تكون مكملة للقطاع العام لابد أنه مثلا العملية هذه اللي هي تعتبر جديدة في المنظومة الصحية الجزائرية لابد أننا نقننها في إطار قانوني بحيث لما يمشي طبيب أو طبيبة أو مختص أو كذا للمريض يعرفوا شي دير القانون لازم يحميه القانون ولكن لازم ثاني أيضا القانون يكون عليه أيضا في حالة ما لابد يعني لازم تكون فيها هي لابد بالتأكيد فيه في مسؤولية طبيب يجيك للدار بشي داوي وشكذا لازم نفهمه لبروسيدور وشي دير كيف أشي دير لغير ذلك لأنه اليوم معناش مشكلة معه عنده واجبات وعنده وعنده حقوق أيضا اليوم عندي المستشفى لكن صوري غضوة يجيني طبيب خاص يقول لك أنا حبيت ندير استشفى المنزلي أعطيني وعنده حقوق أيضا وعندنا نتائج ممتازة جدا الحمدلله وعندنا نتائج ممتازة جدا نتائج ممتازة جدا نتائج ممتازة جدا إن شاء الله العام هذا كما أخبركم كل الأرى كما أخبركم كما أخبركم كل الأرى ساتة نية نسونا نحن نتائج ممتازة لكي نتائج ممتازة جواي أوت للجزائر لأنه هو مرة أخرى قانون توافقي هو قانون أخذ بعين الاعتبار المريض ولكن أيضا أخذ بعين الاعتبار المهنيين لأن تعصحها سواء الأطباء سواء الشبه الطبيين الإيداريين كل هذا أخذ بعين الاعتبار ويعني الغناء تحذ القانون هو أنه انطلقنا من 240 مادة في القانون أو في القوانين القديمة إلى قانون اللي فيه حوالي 473 أو 78 مادة أعتقد بأنه مسينا حتى بعض الأجزاء وبعض القطاعات أو بعض التخصصات اللي ما كانش موجودة أعطيك مثال نتكلم على في القانون الجديد ما كانش لترباي الكومبليمونتير ما كانش ما كناش نتكلموا عن العيادات الخاصة باش تكون الناس على علم اليوم ما بين عيادات خاصة وما بين عيادات صغيرة يعني ما فيهاش أسرة دي كابيني ما بين أطباء عمين ما بين أطباء أخصائيين ما بين أطباء تعيون ما بين أطباء في الفم يعني جراحة الأسنان ما بين الفرماسيا عندنا أكثر من ربعة وثلاثين ألف اللي رايحها على مستوى الوطن منذ ثين وستين لليوم هذا الناس اللي حالين راهم يعني راهم يأدي في خدمة للمواطنين الجزائريين حنا في القانون الجديد قنننا هذا الأمور وراح ينوصلوا وين مثلاً في العيادات الخاصة اللي رايحي موجودة ومهيش موجودة في القانون القديم لازم تكون لازم نقننها بحيث المواطن لما يروح عنده خدمة في هذه العيادات كأنها خدمة عمومية يعني كأنه راه في مستشفى يتلقى كين هناك انكيد شارج يعني دفتر شروط اللي يربط المستثمرين بالمريض بالمجتمع بصفة عامة كين كتير من الأشياء كتير تكلمنا مثلاً خريطة الصحية اللي تم إعادة النظر فيها كين يعني أشياء كثيرة 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 جداً كين يعني تغيير في كثير من الشابيتر الفصول فهذه كلها يعني وعطيتكم أعتقد أن وعطينا لكم نسخة من القانون رايح نعطي لكم نسخة إن شاء الله نوزعها عليكم باش يعني تطلعوا لها وكذلك كين مثلاً 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 تدخين في خمسة لف دينار لكل إنسان يدخل في مقهى أو في مكان عمومي أو في كذا يعني غير ممكن أنه نبقى نشوف مثلاً الشيشة هذه اللي راي موجودة اليوم في الجزائر أصبحت تتكيفي وحدة كأنك يعني تتكيفتي ربعين سيجارة وهذا ثاني فيه الدور نتاعكم أنتوما نتاع الإعلام والدور نتاع المهنيين نتاع المختصين باش يوعيوا الناس باش يفهمهم على الخطر هذا وأنه بالتأكيد تكون فيه فائدة كبيرة إن شاء الله كل ما أقوله هو أنه نزيد نقولها مرة أخرى وأنا متأكد من هذا وبإمكانكم تمشيوا أنتوما كسحفيين في زيارة مفاجأة تروحوا هكذا تقولوا ورهي الأدوية ورهي قد يكون قد يكون دواء فيه يعني تذبذب لأنه ممكن اللي يجيبوا أو اللي يصنعوا عنده ولكن ما طولش المدة ما طولش المدة فلهذا في كل مرة إما نقول حاجتين إما أنه على مستوى الإدارة ما قاموش بالوجب التاح ماشيروح يجيبوا الأدوية أو المعنيين اللي هما الأطباء ما قدموش طالب نتاحهم لفرماسي سنترال تعلم المتشفى باش هي تقدم الطالب نتاحها إذن في شبكة في سيركوي لازم كل الناس احترموا هذا ما كان يبقى أنا رح نستفسر حول هذا الدواء اللي قلت عليه يخص ورح نشوفه وسائل كش نشوفوها أنا ما نعرفش باللي كينا مشاكل أنا كل اللي نعرفه أنه باب الحوار مفتوح فيها عمل روي رح التجلي في وقتها وكل ما يسمح به القانون تعهدنا باش نفذوه ونفذناه انرعشه دوني 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 لا لقالت 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 اللي كانت اللي كانت اللي كانت مجته حول كهنا لقالت لوح لقالت لقالت يجب أن يجب أن تكون دمائيًا في المزيد منزل صديقه إنتبه السريع عندنا ستبرقün الطبيعي السرم 중 تبيع مشغلها النكارج ولا نحن نقوم كبير كذلك للجهة الغربية تعالى العاصمة اللي ماستبقش ذرناها قبل اليوم يعني ماعطيناهاش حقها كملناها اليوم يتلاحظوا بأن الزيارة جت للمؤسسات الاستشفائية اللي هي منبرمجة واللي كانت عندها بعض المشاكل في مشاكل تقنية مشاكل إدارية مشاكل مالية تمت تسوية كل هذه تمت تسوية كل كل هذا المشاكل تمت إعالة انطلاق هذه المشاريع إن شاء الله مننا إلى نهاية السنة نبدأ في الاستلام نبدأ نحذر نفسنا أيضا بالنسبة للطاقم أو الأطقم اللي باش تقوم بتسير هذه المؤسسات والعمل منها هو يعني التأكيد على ما نسميه بالسحة الجوارية لما يكون عندك مستشفى 150 سنير الأمومة والطفولة في دويرة وعندك واحد في رويبة في باب حسن وفي رويبة وعين البنيان هذه كلها راح تكون يعني عبارة عن حزام يعني الأماكن الأهلة بالسكان وباش نخفف على المؤسسات على منخفف من الضغط على المؤسسات كما مصطفى باشا والله كما المراكز الجامعية الأخرى هذه نقطة أولى نقطة ثانية سمحتنا الزيارة أيضا بالوقوف على التوجهات اللي قدمناها فيما يخص 24 نقطة وكذلك فيما يخص الاستعجالات وفيما يخص الاستعجالات فيما يخص الإنعاش وفيه راحة كبيرة يعني فيه طاقم فيه إدارة فيه تكامل بينتهم وهذه كلها لخدمة للمريض إذن بصفة عامة هذا هو يعني الملخص نتعى الزيارة وأنا راضي على الأداء على كل إحدى راضي على ما شاهدته رغم الشتوب اللي مشينا العيادات اللي رأي تخدم 24 ساعة 24 ساعة وهنا من خلالكم نتوجه للمواطنين باش يعني عدو يتوجهوا إلى هذا المؤسسات اللي رأي تقدم لهم الخدمة باش ميضرلوش كلهم رايحين المؤسسات الاستشفائية الجامعية وهذا يعني خدمة لهم مدام مختصين رأهم موجودين ثم بعد في في هذه المؤسسات هذا باختصار شديد جدا فيما يخص زيارة على اليوم مصنعة تاتيزيوزو هو مصنع نوفو نورديسك هذا أول مصنع في العالم ليقوم بصناعة المواد الأولية أو المادة الأولية فيما يخص صناعة الأنسولين هذا الهدف منه هو تلبية حاجيات السوق الجزائرية والطالب بتاع السوق الجزائرية والحاجة الثانية هي تفكير في التصدير لهذه لهذا الدواء الحساس بالنسبة للناس اللي عندهم مرضى السق مؤسسة هذه فيه يعني بارتوناريا مع الجزائر والنتيج تاح إيجابية جدا ونحن نعمل مع باقي المخابر الكبرى الدولية مثلا في صناعة أدوية القلب في صناعة السرطان في صناعة يعني مختلف الأمراض اللي تكلف اليوم الخزينة الدولة أموال كبيرة جدا إن شاء الله يعني خلاص باش يبدأ انتهى باش يدشن يعني القدرة الانتاجية القدرة الانتاجية انتهى واني قتلك كبيرة جدا ما عنديش بالضبط كذا ولكن تغطي السوق الوطنية وقادرين نخرج يعني نسوق الصدر الخارج رئيس الجمهورية يأكد لهذا النقطتين وأنا في ودي أن الصحافة ما تغلطش النظام التعاقد اللي يتكلم عليه اللي يأكد عليه البارح رئيس الجمهورية هو ما عندوش علاقة بلا جراتويتيد لا ميتسين باش تكون أمور واضحة الهدف منه هو أنه كيفاش نقيم كيفاش يعني العمل على مستوى المؤسسات الاستشفائية يكون عمل مدروس يكون عمل مقيم اليوم ما كان حتى واحد على مستوى الوطن اللي يقول باللي المصلحة هذه تكلف كذا بالنسبة الميزانية الدولة من دواء ومن شهرية للعمال والأساتذة والأطيباء إلى غير ذلك فبهذا الطريقة هذه نعرف كل مصلحة شحل تكلف للدولة الجزائرية النقطة الثالية راح تسمح أن تكون فيه شفافية أكثر في التعامل مع الأدوية للتراسابيليتي النقطة الثالثة تدخل أيضا في ما كنا ندعو إليه منذ أكثر من سنة وهو لدوسين تعل انفرماتيك لدوسين إلكترونيك ديمراد هذه كلها داخلة في بعضها باش تكون لحظة النقطة الأخرى اللي هي كثير مهمة هي أنه أول مرة تكون العملية هذه معناها أنه كل المصالح راح يكون عندها ميكون شهد مراقب يكون عندها بروتوكول لازم بروتوكول هذا نعرف واش ندير للمرضى نتعلم في كل المصلحة واش هي الأدوية اللي سحقوها واش يعني اليوم في الميدي كامون في الجزائر لدينا أكثر من 5200 دواء هذا غير معقول كثير وكثير جدا نحن نخلي ال5000 هذي وثل ولكن لابد تكون عندنا مثلا النوم نقول هكذا فيها 1200 1500 كما كل الدول في العالم لهذا الأدوية تكون ضرورية لازم تكون تدخل وهذا يدخل فيما نسميه الترابيوتيك لا أرى هذا أنا أرى أن المواطن الجزائري في مادة صريحة في القانون الجديد تقول بأن المواطن الجزائري لما يتوجه للمستشفى يتعالج مهما كانت التكلفة والبارح الرئيس أكد على هذا أكد على هذا بأنه لا يمكن أبدا من الترجع عليه هذه بشكل أمور واضحة الإصلاح للمستشفيات هي عبارة عن سلسلة من الإجراءات تبدأ من يعني انطلاق المريض من بيته إلى كيف يصل المريض إلى المستشفى اليوم فيه فوضى فوضى كبيرة أن المواطن فيه مرحلة معينة أنا وصفته بالمريض المتجول يعني يجي لهنا وبعد يروح العيادة الأخرى ويروح المستشفى الأخر وبعدين يوصل والله يمشي من داره مباشرة للمستشفى الجامعي إحنا قلنا لا اليوم مثلا عيادة كما هذه لازم تكون مهيكلة ولازم تكون قال المريض يخرج عنده طبيب بتاعه اللي تبعه عنده يعني الطبيب العائلة وطبيب المرجعي الطبيب المرجعي يعني يخذه بعين اعتبار يدويه يوجهه يعني علش يسميه عائلي لأنه تعيش معاه يعني يعرف مشاكل يعرف المشاكل تعه الوقت اللي يشوف بأنه فيه شي يظهر أو فيه شك يهو لي وجهه يقول روح له ورح ليه مثلا هنا في العيادة هذه كائن مرضى يجي من الوبيتال مصطفى ويجي المختصين انتحهم الطب انتحهم المختصين يجي يعالجهم هنا كائن ايضا طباء من هنا يعالجهم إذن فيه إعادة النظر في لسيركويت الملات هذه لازم ننظمها وإذا كان نظمنا هذه العملية معناها المنظومة الصحية انتعنا راح تكون بزاف مليحة وراح نوفر كثير من الأشياء شكرا لكم